السلام عليكم و اتجعنا لكم في التبعات نورتو خلونا نبدأ طبعا قلت نورتو من الحماس قصدي بورتو The next generation على العموم انا فرحان جدا في الحلقة لان حقيقت لي توقعات وتأكدت ان الاحداث اللي قاعدة تصير كلامت متابعين بورتو قلت لهم الاحداث اللي قاعدة تصير الحين هل ظهرت في المانجا؟ قالوا لا هذي احداث تمهيدية لم تظهر في المانجا احداث رئيسية لكنها تمهيدية ما قدروا يطلعونها في المانجا لانهم يجبون شي قوي عشان يسوقون المانجا الحالية فالحداث هذي شراف من كشموتو سنسي نعم واحداث قوية وتوقعاتي حتى ما ظهرت في المانجا شي رائع جدا ياس طبعا السؤال اللي انا طرحته في الحلقة اللي فادت كيف قدرت الروح هذي تسيطر على شينو وشينو عنده ديفنس قوي ضد الهجمات لان الحشرات حقيتها دفاع قوي وجبار هنا تأكدت في الحلقة شينو قال تلبسني والتلبس او الانحياز هذا يكون انحياز روحي جاه في ضغط الضعف نفسيه تلبسه فيقول ما كنت اديش المكان والزمان اللي انا فيه فسابقا كان انواع فيه يعني شي من السيطرة والتحكم عن طريق وهي تقنية تستخدم بالشاكرا يعني تقنيات خاصة من العين ومع الى ذلك تقنيات الابصار لكن تحتاج للشاكرا ويتعتبر من الجيتسو فهينا ما قال جينجيتسو غريب ما قال جيتسو غريب قال تلبسني شيء غريب اللي تلبسني شيء غريب شيء جديد ونردت وقال في اخر الحلقة قوة شريرة شيء خامد شرير يتربص فينا وبسلام قريتنا وطلب من شينو يبحث فيه ليش طلب من شينو وما قال استدعو الخبراء في الجينجيتسو ليش الاحساس اللي كان عن شينو انه عاش على الحين هالشيء وشينو قادر على التواصل قادر على الاحتكاك مع الغير فطلب من شينو انه يسوي هالشيء فالتوقع اللي انا قلت من قبل انه راح تظهر ارواح شريرة راح تظهر شياطين افضل من انه يعيد صناعة نفس السيناريو القديم خاصة بوجود كيشموتو سينسيكا مشرف راح يساعدهم انهم يستخدمون اشياء وهو ما استخدمها من قبل فهذا التوقع الاول وانه فرحان يوان نحرا ايضا شكرا لمتاجر i show فريقى الحقتنا casual love في عندنانا نشرونا نشرونا الانيميان ثانين فقط تطلب تطلب لاجرياتون حساب people لا تخلوه التوقع الثاني اللي اصاب اللي هو راح يكون في اعتماد كبير على السمونينغ وهذا الشيء اهملوه من قبل وهذا الشيء سواه شينو لما حب ينقذهم الحين نجي لتحليل الحلقة تحليل الحلقة ان القوة هذه استهدفت شينو وكان هذا هي الغلطة اللي سوتها القوة ليش؟ لان شينو اذا تحرى راح يقدر يحللها لانه بمستوى جونن وهذا اللي استغلت منهم قال انه بمستوى جونن وليس جونن في القرية ليش بمستوى جونن ولا صار جونن حد الحين ممكن يوضعونها في بعض الشخصيات مثل انكو جابوها كانها بس data data analysis وهنا يذكني بالمسلسلات القديمة انه يكون شخص مبدع جدا لكن للأسف ينتهي دورك شخص مكتبي و data وما الى ذلك وهذا اللي صاير مع انكو في المدرسة بعض data analysis او مدخلة بيانات حسابية وما الى ذلك وفي مدرسة هي كانت من قبل مختبرة في المدرسة وكانت تلتشيشتاك في القرية ثلاثة ونشوف اوش صار فيها يعني تحولت سمينة ومهملة صايرة استغربت ليش صار المنحنة هذا الشينو قالت انه بمستوى جونن ولا وصل الى جونن ايضا يعني منحنة زعلني كنت مراهن على الشينو انه يوصل الى مواصيل كبيرة يعني الكاتب الناوي يغير اشياء كثيرة ويظهر اسماء جديدة ويغير محاور جبارة في العلمي صحيح يعني الى الآن هذا الى نيكست جنراتي فالمفروضنا لا يركز على شينو وغيرها الى نيكست جنراتي أعلى الشيء اللي هو كونهامر وما تحته من كونهامر فاسفل المفروض هنا يكون هون نيكست جنراتي شينو الحشرات حقتها اللي لم تتعامل مع الماء هذي لسه والله ما استوعبتها في فعلا حشرات تهرب من الماء لكن ليش حشرات شينو بالذات شينه النقطة فيها ما استوعبتها والله يمكننا هذا شيء فاتني او شيء جديد راح يطلعونه ابن شكماو قوة الملاحظة عنده فعندنا استراتيجي جبار وراح يتعلم عنف قوي والسامونينغ حق أمه راح يساعده فان راح نشوف أشياء قوية منه صراحة وعندنا نشوف أشياء ميتسوكي هذا الحين لما جابوا أنكو كان كثير يتوقعون ان أنكو هي اللي مع أوروشيماو جابوا ميتسوكي انا قلت الحين يا ابن أوروشيماو يا ابن كابوتو في شيء من أوروشيماو في شيء من كابوتو مو متأكد مو متأكد صراحة لكن أنكو مش هي أمة الحين تأكدنا من هالشيء أنكو جابواها في الأنمي مش هي أمة هو ابن مين بالضبط ما ندري جايبينك أنه آلة قتال آلة حرب وهذا اللي يلغي من رأسي ابن كابوتو لأن كابوتو رجع بعد نهاية الأنمي يبي يصلح ما يبغى يدمر هذا صار كأنه نتيجة تجارب لكن تجارب هالمارا مش تجارب عضوية زي اللي كان نسويها أوروشيماو أنه يزع وشيل يزع لا هنا تجارب نتيجة تجارب نفسية فقعد يقول آه ما لازم أقتل عشان أنتصر أقدر أنتصر بدون لا أقتل آه هذا معناها لما قال أن باردته هو شمسي يعني أنا القمر طيب أو أنا الكون وهذا هو الشمس حقي أو أن أنا عايش في ظلام وهذه الشمس اللي رح تخرجني إلى النور يعني مو زي ساسكي ونورتو اللي هو شمس وقمر لا أنا عايش في ظلام وهذا الشمس النور اللي رح يطلعني من الظلام فهو واحد من اثنين يعني أنا أمثل القمر خاصة بلورنا الأبيض وبروتو يمثل الشمس مع أن كونه أصفر كده أنا القمر وهذا الشمس واتحادنا رح يغير شيء إن ميتوكي عنده نظرة أو لا أنا عايش في ظلام خاصة الشحوب والشعر الأبيض هذا ذكرني بحلقة ذوي الشعر الأبيض لأنا تأخرت فيها إن شاء الله بأسويها لكم مقريب الشحوب والظلام وهذا النور اللي رح يخرجني خاصتنا لما يجي يموت وجاه باردته أنقذه ولما كان بيحط أبين شكرا في اختبار وجاه باردته وطلعه فقاعد يقول إذا هو فعلا شمسي يعني قاعد يطلع من جميع المحاكات اللي يمر فيها فبورتو لما هجمت الحشرات حقه شينو وانتصرت الشكرا حقه الكاتب كان يري يحطنا في الموقف هذا اللي في آخر الحلقة هو كم تحمد يأخذ بحشرات شينو تأخذ منها الشكرا عشان يجعل بورتو هذا الكاتب يجعل بورتو يري ميتوكي أن أنت مش هجو الآلي إذا خلصت الشكرا حقتك تموت إذا بتقاتل واحد تقتله إذا ما يعيش بك واحد تجلده لا في الحلقة هذي يعلمو أنه يحترم المعلم حقه حتى لو أنه ما تشوف في شيء جديد يقدر يعلمك هيه كقوة وتقنيات فيه آآ معاني فيه أفكار لأنه يسميها التربية والتعليم فيه تعليم وفيه تربية تقدر تأخذ منها تربية إذا عندك إنجيسو قوي فيها تربية وضح أنا رتو قال القوة هذي عيب أنها ما خلت شينو يتحكم لأنه لو شينو هذي متحكم بقدرتها الخاصة كنقتلهم إذا القوة هذي فقط تلغي قدرتك وتتحكم فيك لكن إذا أنها ما قدرة تتوصل قوة شينو إلى قوة شيء فمعناها أن شينو ما أظهر أقوى شيء لحد الحين فعشان كده في المدرسة ما شفت يا ميتسوكي منها أقوى شيء لحد الحين فأنت لازم تأخذ منها التربية وأيضا التعليم فالكاتب هنا خلص من ميتسوكي وخلصنا من بروتو نجي الحين إلى القوة المظلمة هذي شفتو كأنها سيل لكن طريقة السيل هنا مختلفة لما جاوا يتخلصوا منها في شينو دائما نشوف السيل عبارة عن رموز يابانية دوائر أو مثلثات أو نجوم هذي لا هذه كأنها زخارف أكثر من كون هرموز زخارف وخانات وقاعدة تتعبى اللي تدامي نشوفها تستخدم في استدعاء الشياطين أو سامونينج الشياطين وما إلى ذلك في الأنيميات والمسلسلات والأفلام اللي هي الروح الشريرة اللي قاعدة تتلبسهم فهذه الروح الشريرة جاية من مين ومنه اللي يمسلطها شينه اللي رح يصير أيضا منه السامونينج اللي راح يستخدمها بروتو أنا لا أرى أنه راح يكونون الضفادع أنا أشوف أنه راح يكون الكاميرا زي اللي استدعاء بروتو الوحش اللي استدعاء بروتو يعني راح نحين ندخل على استدعاء الوحوش الشياطين أو الأرواح الأسطورية أكثر من الحيوانات استخدام ميتوكي للرياح والبرق شي جبار صراحة وفكت استخدامها في الماء مع اللي هو العناصر زي ما قلت لكم يعني قلت لكم الأول شي راح يستخدمون العناصر حين فعلا ثبت أنهم راح يستخدمون العناصر ميتوكي استخدم الرياح استخدم البارق يعني استخدامهم للجد تقل استخدامهم للقوة الثانية زادوا كثر مثل السامونينج والعناصر وما إلى ذلك فأنا أشوف الآن نحن راح نحن في منحنة جديد في الأنمي منحنة جبار هذا اللي راح يصير الحين نردت طلب من شين التحقيق في الموضوع وهذه القوة الشريرة اللي قاعدة تهاجم القرية هي قوة كره أو هنكرنا هي قوة كره وستكون من ضحايا حرب النينجا الأخيرة قوة كارهة الكنها من ضحايا حرب النينجا الأخيرة هي أما من الجنود دائما ترى بعد الحرب أكثر شي مصيبة تواجه الدولة الجندي اللي فقد قوته وقدرته بسبب الحرب هذه مما أنه إصابة أو أنك مميز في الحرب بعد الحرب مصر مميز فهي أما أحد الجنود اللي يسمونه مخلفات الحرب أو متزقة الحرب أو راح يكون أحد القرى اللي كانت ضحية للسلام اللي سويتها كنها قد يكون القرية هذه كان ذات قوة وذات شعن وبسبب السلام اللي سويتها كنها قلت قوة وشعنها وصارت مكان مرتع للمجمين أو فيه قرى ثانية هجمها فأحد الحاقدين من القرية هذه يوجه قواه وأواحها الشريرة الشي الثالث أنه واحد يبي يثبت وجوده وقوته بإسقاط قرية النينجا في احتمالات كثيرة لا أقدر أقول الله هذه نظريتي في احتمالات كثيرة لكن نظريتي أنا نظريتي أنا أهو أحد المظلومين من القرى اللي ظلمت بسبب الحرب مش جندي لا أحد المظلومين من القرى اللي ظلمت بسبب الحرب ويبغى يلقي بلعنته على كنها أو يمكن مظلومين من شي قبل الحرب بس أحد المظلومين اللي يولقي بالكره واللعنة حقتها على كنها ننتظر الحماقات الجاية وأنشوف شأنه التوقعات الأكثر اللي راح تصيب لي بس علي فرحان وان تو قصصو ثري يت تحققت لي نظريتين لحدي للحين استخداماً العناصر القوى الشرية ثلاث نظريات العناصر القوى الشرية و الساموننج هي القوى الجديدة المستخدمة في نورتو ثلاثة توم تحققوا رابعة ان بروتو ما راح يستخدم حيوانه راح يستخدم حيوان الكيميرا الشرير وان بروتو هستخدم قوة جديدة في الانيمي هذا اللي راح يثبتها الغالي الثلاثة اشيه دي في اشيه جديدة بتطلع في اشيه جديدة بتطلع اراهنكم عليها في من قوة بروتو الجتسو هكون اقل شيء مستخدم الجتسو يمكن السيل يزيد السيل ايه الجتسو العادي المعتمد لا اقل شيء راح يكتم استخدامه ننتظر الحلقات الجاية راح تبين لنا كل شيء اتمنى ان طبع عجبكم في نهاية قلوا معاي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا الى الانت استغفرك و اعتبر اليك لا تنسونا يا شباب من الشير اللايك تفعيج زر التنبيهات اهم شي زي ما قلت لكم اللايك والنشر اللايك والنشر والاشتراك وتفعيج زر التنبيهات مرة ثانية نشوفكم على خير اشتركوا في القناة